السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم إلى فيديو جديد لا يزال هذا الشخص مجتهدا في إظهار التناقضات أو العيوب التي يراها في برنامج صناعة المحاور وكذلك أيضا العيوب التي يراها في الشيوخ القائمين على البرنامج لذلك سترى في صفحته الكثير ما يخص هذا البرنامج وكما ذكرت سابقا بما أنني درست في هذا البرنامج برنامج صناعة المحاور فأرى أنه من المناسب أن أجتهد كما يجتهد هو يعني في محاولة دفع الطعون أو في إزالة الشبهات التي يطرحها هذا الأخ وسنبدأ أو خلينا نكمل مع الفيديو الأكثر شعبية في القناة وهو يتحدث هنا عن كتاب سابغات للشيخ أحمد السيد بالنسبة للشيخ أحمد السيد بإمكانك الرجوع إلى هذه الصفحة حتى تعرف المزيد عنه وفي صفحته على اليوتيوب ستجد الكثير من الدروس والشروح التي ستساعدك في الكشف عن شخصية الرجل وأفكاره والتي ستغنيك عن مشاهدة هذا الفيديو والآن لنبقى مع فيديو هذا الشخص طيب يقدم الرجل مقدمة طويلة ثم يأتينا بهذه النتيجة لأن الكثير لا يعلم بأن السواد الأعظم ليس المذهب السلفي السواد الأعظم هما الأحناف يعني ماضيا وحاضرا ثم الشافعية طيب هنا لابد من مقدمة بسيطة حتى نفهم عن ماذا يتكلم الرجل بعد انقضاء القرون الأولى من الصحابة أو بعد انقضاء القرن الأول بالأصح من الصحابة بدأ القرن الثاني وبرز ضمنه مجموعة من الآئمة والذين تخصصوا في مجموعة من العلوم الإسلامية فتخصص البعض بالقراءات فأصبح لدينا القراء وتخصص البعض بالفقه فأصبح لدينا مجموعة من المدارس الفقهية المختلفة مدرسة الأحناف اقتدام بأبي حنيفة الشافعية اقتدام بالشافعي والمالكية اقتدام بمالك والحنابلة اقتدام بالإمام أحمد بن حنبر هذه المدارس الفقهية التي نشأت في بداية القرون الإسلامية الأولى لكن تميز هذه المدارس لم يبرز إلا في وقت لاحق عندما تصدى مجموعة من تلاميذ الأئمة لجمع تراث الشيخ الخاص بهم ثم نشأ لهؤلاء التلاميذ تلاميذ آخرون فأصبح لدينا ما يسمى بالمدارس الفقهية يعني أنه أصبح لدينا أربع مدارس فقهية ولكن للتنبيه ليست هذه المدارس الفقهية الوحيدة التي كانت موجودة فتقريبا كل إمام كان يكثر عنده التلاميذ كانوا يشكلون أشبه ما يسمى بالمدرسة كالمذهب الجعفري نسبة لابن جرير أو طبري والذي لم يكتب له الانتشار ومذهب الليث بن سعد والذي قال عنه الشافعي أنه أفقه من مالك لكن تلاميذ الليث لم يقوم به طيب الآن أصبح لدينا مجموعة كبيرة من المدارس الفقهية لماذا نشأت هذه المدارس؟ دعنه كما ذكرنا في البداية فإنه تصدى إمام واحد لتفسير الآثار ولتبيين الواجبات التي على المسلم اتباعها ولكن بما أن هذه المسائل في معظمها تابعة لاجتهاد الإمام فالرأي المتبع في المسألة سيعتبر رأيا حرفيا أو مالكيا أو شافعيا لكن هل يقول الإمام برأي من عنده؟ الإمام أي إمام كان سواء كان أبو حنيفة أو الشافعي أو مالك أو أحمد يسعى لاتباع النبي عليه الصلاة والسلام في النهاية والأراء التي وردت مخالفة عن أحد الآئمة لبعض الأحاديث الصحيحة كانت لبعض الظروف التاريخية التي اكتنفت تلك المرحلة مثل صعوبة الحصول على الحديث وكذلك وصول أو عدم وصول بعض الأحاديث إلى الإمام وراجع كتاب ابن تيمية الموسوم برفع الملام عن الآئمة العلام حتى تعرف الظروف التي أدت إلى اجتهادات متفرقة وأقوال الأئمة في الحث على اتباع حديث النبي عليه الصلاة والسلام وعدم اعتماد أقوالهم أكثر أن تحصر مثلا قال أبو حنيفة إذا صح الحديث فهو مذهبي وقال مالك ليس أحد بعد نبي عليه الصلاة والسلام إلا ويأخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم وقال الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي وقال أحمد من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفاه لك هذه أقوال الأئمة في اتباع الأثر طيب الآن نتكلم عن الفقه الفقه هو قصد ما يقصد به معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأعمال المكلفين وأقوالهم المكتسبة من أدلتها التفصيلية طبعا هذا يعني تعريف اصطلاحي وهذه الأدلة التفصيلية هي القرآن والسنة وما يتعلق بهما من إجماع واجتهاد طيب أما السلفية فبإن كان أن نسميها منهج وليس مدرسة فقهية لأن السلفية في النهاية تؤكد على جعل المرجع الأول والأخير هو القرآن الكريم وأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لو خالف يعني خالف الحديث أحد أقوال الأئمة الأربعة ومن أقوال الأئمة السابقة نستنتج أن الفقهة الأربعة أيضا كانوا سلفيين بالمعنى الحرفي فليس هناك إمكانية للمقارنة بين السلفية كمنهج وبين الحنفية كمدرسة فقهية لأنهما شيئان مختلفان يعني السلفية منهج والحنفية هي مدرسة فقهية طيب لأن المتكلمين ما أقصوا بعضهم تناقشوا واختلفوا وأنتجوا لكن لم يقصوا بعضهم السلفية أتت أقصة علم الكلام كامل أقصة المتكلمين أقصة المذاهب الأخرى كله النقطة الثانية أنه يقول أن المتكلمين لم يقصوا بعضهم طيب لا أريد أن أعطي الفيديو كثيرا بالمقدمات لكن بالمختصر علم الكلام نشأ في القرن الثالث تقريبا بسبب الشبهات التي نجد عن ترجمة كتب الفلسفة فتصدى بعض الناس لصد الشبهات الجديدة محاولين أن يقعدوا لها تقعيدا أصوليا من عندهم أو تقعيدا يعني مشابه للأصول الفلسفية التي وجدت في ذلك الوقت وليس من عند الوحي ولذلك اختلفت تلك المدارس كثيرا لكن لننظر أولا في الدعوة المطروحة يقول المتكلمين لم يقصوا بعضهم هذه دعوة عريضة لا أدري كيف أتى بها كيف يعني كتب التاريخ تحفل بالمناظرات والجهود التي قامت بها المعتزلة في الانتصار لفكرة خلق القرآن إلى أن يقول المعتزلة ليس من المتكلمين أضف إلى ذلك أن الخلاف بين الطوائف الكلامية التي ظهرت في ذلك الوقت لم ينته حتى اليوم فلا تزال مساء الخلاف بين المتريجية موجودة ومتداولة في الكتب ولكن مشكلة هذا الرجل كما ذكرت في الفيديو السابق هي حالة التعميم التي عنده لأنه دائما يضع الجميع في خانة واحدة ثم يطلق الحكم عليهم جميعا فيقول السلفية جميعا يقصون الفرق الكلامية والفرق الكلامية جميعا لا تقصي بعضها فلا تعرف من هم السلفية الذين يقصون الفرق الكلامية ولا تعرف من هي الفرق الكلامية التي لا تقصي بعضها لنرجع إلى الفيديو طبعا الكتاب أمامي هنا أبدأ من آخر الكتاب آخر الكتاب خاتمة الإسلام قادم ما هو المقصود بالإسلام قادم قادم من أين والذي نعيشه نحن هذا ما هو إسلام أم جاهلية كأني أرى منهج سيد قطب كأني أرى القطبية يعني مكتملة بهذه المقولة المشكلة لديه هنا في تحميل النواية يعني كأنه يقول كأني أرى بين السطور إني أرى السيد قطب طيب يعني بالنسبة لكلام الشيخ من الواضح حاليا حالة الاستضعاف التي يمر بها المسلمون فإذا قلت الإسلام قادم هل يعني ذلك أننا لا نرى الآن مسلمين يعني ما يرمي إليه شيخ هو أن عودة الإسلام إلى مربع السيادة ليست مستحيلة ربما تقول لي كيف عرفت أنت ذلك أقول كما عرف هذا الشخص من كلام الشيخ أنه هو كلام السيد قطب طيب ونجي للنقطة الثانية يعني الكارثة الصراحة في الكتاب في صفحة 128 يقول وليس الدافع للقتال في الإسلام اجتثاث الكفار ولا إفناءهم قتلا ولا التسلط عليهم بالظلم والطغيان وإنما ركز وإنما الدافع لذلك هو نشر دين الله نشر دين الله بالقتال أنا أريد من أحمد السيد عنده عشر سنين قدام يجب لي غزوة من غزوات النبي كانت نشرا للإسلام بالسيف وبالقتال لاحظ كيف يقوب الرجل بالتعب بالكلمات الشيخ يقول كانت الغزوات لنشر دين الله عز وجل فيقول الشخص هات لي غزوة واحدة كانت نشرا للإسلام بالسيف فلاحظ كيف وضع كلمة السيف من كيسه حتى يقول آه أنت تدعي أن الإسلام كان ينتشر بالسيف طيب هنا قائمة بغزوات النبي عليه الصلاة والسلام وبعدد القتلى من المسلمين طبعا ليست المشكلة في الغزوات أو في عدد القتلى وإنما كما قلت فإن الشخص يسعى إلى تقويل الشيخ أن نشر الإسلام كان بالسيف فقط أية نشر للدين بالقتال ما عمرها حصلت ما عمرها حصلت في التاريخ كله اللي حصل في التاريخ هذا ظرف دول إمبراطورية لم يفعلها النبي وفعلها الراشدين وغيرهم في ظرف عصرهم لإنشاء دولة قوية كانت تقوم بالغزوات ليس المحرك هو نشر الإسلام بصراحة لا أجد إلا التأوه بعد المشاهدة على كمية المغالطات والتلبيس التي يقدموا صديقنا أولا يقول لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام وفعلها الراشدون وهذه مغالطة صراحة فماذا كانت غزوة مؤتة وماذا كانت غزوة تبوك وماذا كانت غزوات النبي عليه الصلاة والسلام لحصون اليهود المجابرة المغالطة الثانية يقول أنه لم تكن هذه الغزوات لنشر الإسلام طيب اسمع إلى ربع بن عامر يقول لقد ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة فمن قبل ذلك منا قبلنا منه وإن لم يقبل قبلنا منه الجزية وإن رفض قتلناه حتى نظفره من نصر طيب دعنا من ربع بن عامر واسمع من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام كان إذا بعث سرية قال اغزو بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا شيخا وقال أيضا وإذا أنت لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم لاحظ كيف يقول ادعهم إلى الإسلام بل اسمع إلى قول الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتابة حتى يعطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون فإذا لم يكن هذا القتال لنشر الدعوة فلماذا كان لكن كما ذكرت ليست المشكلة في عدد الغزوات أو الحروب التي جرت بين المسلمين والمشركين ولكن المشكلة في إظهار حقبة النبي عليه الصلاة والسلام أنها حقبة تاريخية لا يجوز لنا الأخذ منها بشيء لأن تلك الظروف تاريخية ونحن نعيش الآن ظروف تاريخية أخرى مختلفة فليس علينا أن نفكر في نشر الإسلام مجددا وإنما علينا أن نتعايش مع الظروف الحالية حتى لو كانت جائرة على المسلمين يعني خطاب الغرض منه جعل مرحلة النبوة والخلافة الراشدة مرحلة ظهرت كاستجابة لمعطيات تاريخية ويجب أن تبقى كل تلك الأشياء التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وفعلها أصحابه من بعده موضعات تحنيط التاريخي صح التعبير يعني ما أدري هو متوازد في تركيا لتنفيذ هذا المشروع والبدع فيه الإسلام قادم ننشر الإسلام بالقتال وأردغان مناسب له في الخطة والأخوان المسلمين والمشروع جاي على الأمة الإسلامية وجايين يبغوا ينسون أحلام الخلافة الإسلامية وبعد الخلافة الإسلامية السيطرة على العالم بعد السيطرة على العالم قتل جميع من في العالم طبعا الفيديو طويل والرجل يغوص في بحار الكلام كثيرة فتارة يشرق وتارة يغرب لكن دعونا نركز على موضوع فيديو لأن الاستطرادات لديه كثيرة وإذا كان الكلام الأساسي ليس متسقا أو منطقيا فطبعا ستكون الاستطرادات أكثر غوصا في المغالطات لذلك سنحاول على التركيز فقط على كلامه عن الكتاب وإذا أردت الاطلاع على مغالطاته الكاملة بإمكانك زيارة رابط الفيديو الموجود بالوصف ولن تحتاج إلى من يرشلك إلى المغالطات أو خذ هذا الكلام كمثال وطبعا يكمل كلامه وإنما الدافع لذلك هو نشر الدين دين الله وإنقاذ الناس من النار يعني إحنا ننقذ الناس من النار بالقتال يعني هذول اللي في المحطة الحين هنا في استراليا أنا بروح لهم وبقول لهم تسلمون ما أنتوا بتسلمون أنا جايي أنقذكم قتل مين قال هذا الشيء المقدمة هذه باطلة فاسدة هذه مقدمة الحركات الدينية السياسية فقط الحركات التي تريد السيطرة على العالم زي تيمون و بومبا مدريس ثانية ذلك المسلسل اللي بيسيطر على العالم طيب كما لو أحظوا على الهامش الخلافات السياسية تنعكس دائما على المواضيع الدينية لذلك عندما يكون هناك خلاف بين إحدى الدول وأحد الاتجاهات السياسية فإن الدولة ستسعى دائما إلى الانتقاص من هذا الاتجاه وسيسعى منهم في كنف الدولة إلى اتهام من لا يحبون بالانتماء إلى هذا التيار يعني يتوقع عن الكلام واضح لذلك ترى الرجل دائما يسعى جاهدا إلى إثبات انتماء الشيخ للإخوان أو السيد قطب وذلك حتى يضع الشيخ موضع اتها أصلا أسامة بن لادن والبغدادي كلهم أخوانية وكلهم بنفس الفكرية والعقلية والإعدادات هذه نفس ارجع لهم تجدهم نفس المقدمات والمبادئ اللي أنت تراها مبادئ بنفس هذه الطريقة طيب لا يزال الرجل يستطرد ويستطرد ويستطرد حتى لا يبقى للعنوان صلاة بالموضوع بدأ الكلام عن الكتاب ووصل إلى إبن لادن والبغدادي واجعلهم من الإخوان مع العلم أن جماعة البغدادي تكفر الإخوان فأبدأ شكك فمن الطبيعي أنك تنتقد هذه الحركات الدينية تنتقد سيد قطب تنتقد القطبية تنتقد الحركات الإسلامية المتشددة مثل الإخوان وغيرهم لكن ما في صمت ما شاء الله بس الليبراليين هم سبب إحاد طيب واضح أن الشخص لديه مشكلة مع السيد قطب والإخوان لكن لاحظ كيف أنه ينبغي أن تنتقد الحركات بين قوسين الإسلامية المتطرفة أما مثلا العمال التي يقوم بها بعض النصارى مثل مجزرة النيوزة لنده فتلك حادثة فردية وما قامت به أمريكا على مدار عقود في أفغانستان وفي العراق وفي غيرهم البدان فكلها حوالي فردية وكل جرائم يقوم بها إنسان ليس مسلم هي عبارة عن حادثة فردية وليست ذات طبيعة إرهابية أو ليست ذات نتاج بيئة متطرفة أما كتاب السيد قطب فأحذر منه فهو نبع الإرهاب وفي الكتاب أغلبه عندما يدافع عن أحاديث الأحاد وغيرها الظنية التي هو لا يعلم أن الجمهور متفق على أنها ظنية لا تصل لحد اليقين ولكن هو إلا يريدها يقينا بالسند فقط بالرجال ينظر للطلاب بأن صحة السند إذن هو شرع ويجب تطبيقه وهذه كارثة هذا منبع الحاد هذا هو المنبع الحادي الصراحة ثم يحاول أن يبين لنا جهل المؤلف في علم الحديث حيث يبين لنا أن الجمهور على دراية بأن أحاديث الأحاد أحاديث ظنية والمؤلف يعني أحمد السيد يراها يقينية ولا يعلم أن الجمهور اتفقوا على ذلك يعني أحمد السيد لا يعلم أن الجمهور اتفق على أن أحاديث الآحاد هي أحاديث ظنية ولا أدري كيف يعرف هذه المعلومة عن المؤلف ثم يفترض أن المؤلف يكتفي فقط بصحة السند حتى يعرف أن الحديث صحيح وهذا صراحة النوع من الكذب لأنني صراحة تابعت دروس الشيخ وكان يبين أن المحدثين لم يكنوا ينظرون إلى السند فقط بل تبلغ الدقة ببعض المحدثين أن يسمع حديثا فيعرف أن أحد الألفاظ من زيادة راوي معين ولكن الرجل هنا يعني يخلط الحابل بالنابل يبدأ بسابغات ويذهب إلى أستراليا ثم يعرج على داعش والإخوان والمتطرفين حتى نجل في النهاية أين وصل كلام الرجل طيب هذا هو الفيديو الأكثر شعبية في قناة الرجل والرجل كما ترى يبدأ من الشرق ويذهب إلى الغرب حتى يسقط الكتاب ثم يجعل من أحمد السيد إخواني سلفي قطبي داعشي لادني إلى غير ذلك من الألقاب التي يصطنعها أو يبدأ في إصطناعها أصحاب العقل والتنوير طيب دعونا نوقف الفيديو هنا وربما نعود في وقت آخر لأنه ناقشت الرجل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته